فعند آخر درجة حضرنا الرئيس صدام وقام يبجي بعدين كان مع الرئيس صدام كل أعضاء القيادة وفاة الوالد رحمه الله كان لما توفى كان هو مريض في لندن في وقته وبعدين بالأيام الأخيرة نقلته إلى بغداد لأنه عرفته أنه أيام معدودة كيف استقبل الخبر صدام حسينة وكيف تعامل مع الموضوع هذه الفترة تقريبا هي أيام 17-5 قبلها بأسبوع أو بخمسة أيام الدكتور قال لي واذا يريد أن يموت بالعراق أو بلندن الطبيب الإنجليزي المسؤول عن حالته رجعنا إلى بغداد وصلنا إلى المطار بطائرة خاصة وصلنا إلى المطار شوفوا الكاميرات والمطار عدنا في الطائرة فاتحين مين شباش وكاميرات وبروجيكترات والصور تقصد كاميرات تلفزيونية وكاميرات تلفزيونية وجيش الأمن الخاص كان في الوقت أو الحرس الخاص والله جاءنا مسؤول حماية عن الطائرة قال السيد الرئيس باستقبالكم الوالد جتفت حالة من يعني معنوية كبيرة وفعلا يعني كان نايم على السرير فإذا ننتظر يفتحون من الجهة الأخرى من أحد الجهات للطائرة حتى المصعد قال لا أنزل بالدرج وفعلا كان لابس دجاجه وعباب نزل بالدرج وصل فعند أخر درجة حضرنا الرئيس صدام وقام يبجي بعدين كان مع الرئيس صدام كل أعضاء القيادة طه ياسي رمضان طارق عزيز سعدون شاكر كل أعضاء القيادة حسن عامري كلهم وهذا فيلم أنا نزلته بعد الاحتلال لأن الفيلم الاستقبال كان ممنوع يتداول بوقته بس بعد الاحتلال نزلته نزلته على اليوتيوب موجود تقدر تكتب على الموقع الرئيس صدام يستقبل رفيقه وسعدون ردان فعلا حتى بسيارته 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 الرئيس قال موصف للسائق مين يطلع مين يطلع قال وين يتروحون المستشفى للبيت فالوالد قال لا للبيت وفعلا للبيت ثاني يوم نقلنا المستشفى بالمستشفى بقى حوالي 12-13 يوم وتوفى مستشفى بن سينة مستشفى بن سينة وكان يوميا أعضاء القيادة يجون يزولوا وحتى مرة من المرات اتصل الرئيس صدام بالوالدة حيث يقولها عذريني أنا ما أقدر أجي أشوفه لأن هذا الوضع أتأثر بيه فعذريني على المالدة هو يقال حتى بالدفن كان مقرر أن يحضر الرئيس ولكن باللحظات الأخيرة محضر الدفن في المقبرة جاء لبوكتها الأستاذ حامد حمادي وحسين كامل يوم اللي توفى هو توفى يوم الثلاثين خمسة يوم خميس فجوي للبيت جوي للبيت وقدموا يعني هاي العزاء فقال له باتشر الدفن فسعبية شلو الإجراءات شلو كذا فإحنا قال لي من صبح السبعة وبالثمانين نطلع وكذا قال لا بالتسعة أحسين كامل بوقته فبالتسعة والله صار طبعا الناعي كتبه ديوان رئاسه أحمد حسين خضير قال من كتب للناعي شطبه شطب وسوى دعي جديد كتب الرئيس بوقته وكان يش كل اللي يحكي على الوفاء صارت ساعة تسعة صارت ساعة تسعة مجأة السيد الرئيس ليش مجأة؟ بسبب وضع أمني وصعبه واتذج كانت حرب إيران والله نطلع على المقبرة تشيع رسمي كل أعضاء القيادة نطلع على المقبرة تلك حتى هناك تم إطلاق المدفعية سبع إطلاقات يعني هذا ما متعارف يعني يرمي الرصاص بس ليس مدفعية المهم فأدفل والد وراها احنا بشهر بشهرين وراها بشهرين أو شهر ونص رادي قابلنا الرئيس دزع عليه وعلى أخوتي محمد وسعد وقابلنا وقال أدروني أنا ما جئت للعذاب للدفنة للدفنة وأنت والد أخوية وأنا مسؤول وأي شيء تحتاجون وأي شيء كذا وكلف فريق عدنان خير الله أن أي مشكلة تواجهنا هو يحب اشتركوا في القناة